تمكنت دورية من مديرية المخابرات اللبنانية من تحرير المواطن السعودي المخطوف مشاري المطيري وأوضح الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 أن تحرير المواطن السعودي جاء بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية مشيرا إلى توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف من جهتها ذكرت قناة الإخبارية أن عملية الخطف تمت بواسطة سيارتين مصروقتين ونفذها سبع أشخاص تلاتة منهم متنكرين بالزي العسكري مؤكدة أن المواطن بات بعهدة الجيش اللبناني في منطقة الهرمل يذكر أن المواطن مشاري المطيري أحد منسوبي الخطوط السعودية في مكتب بيروت وكان قد تعرض للخطف خلال عودته إلى منزله فيما ذكرت مصادر أن الخاطفين بعثوا بالرسالة تطلب فدية 400 ألف دولار يعني حوالي مليون ونص مليون ريال سعودي وتعالوا نشوف الموضوع من البداية أعلنت المصادر الرسمية عن اختطاف مواطن سعودي في لبنان قبل عدة أيام حيث كان يتواجد في العاصمة بيروت وتساءل الكثيرون عن هوية المختطف السعودي في لبنان فمن هو؟ وفي حساب باسم فؤاد بن محمد النادر على تويتر نشر صورة الشخص دهوت وكتب عليها المواطن السعودي المخطوف في لبنان هو أخونا مشاري المطيري ليس سائح وإنما مقيم في لبنان ويعمل لصالح الخطوط السعودية ولم نر منه طيلة فترات ذهابنا إلى بيروت إلا الإنسان الخدوم والمحب والمؤدب مع الجميع نسأل الله له السلامة وسيعود حتما بقوة الله سالما غانما ووفقا لتقارير إخبارية فإن المختطف يعمل في شركة الخطوط الجوية السعودية في بيروت وتم اختطفه في منطقة تجارية في العاصمة وتلقى أهل المختطف رسالة من الخاطفين يطالبونهم بدفع فدية لإطلاق صراحه وكانت قد أعلنت سلطات الأمن السعودية عن اختطاف أحد المواطنين السعوديين وهو في طريقه إلى مطار بيروت الدولي وحسب الأخبار المتدولة فإن عملية الاختطاف وقعت في مساء يوم السبت 27 مايو 2023 وفي إطار بهود البحث عن المختطف أمر وزير الداخلية اللبناني بالتحرك للعصور عليه حيث أكد على ضرورة تحرير المواطن السعودي دون أن يتعرض لأي ضرر وأن هذا الفعل ينص بالعلاقات اللبنانية السعودية ومن المتوقع أن يكون عقاب الفاعلين قاسيا وفقا لما صرحت به السلطات الأمنية اللبنانية لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمشاهدين شكرا لكم